الله يخليك طالب معنا شو عمال الله آه! آه! ما هيك؟ يا الله يخليك شو عمال الله يخليك أنتوا بيبقى لكم في النارين أنتوا تكيل عن أخي أبو أمار هل عيشها برشدي فهمان؟ تخيل بدنا نتعلمون من البيت من فشروا والله ما بدنا عمال البيت تخيلها طالعي عيونهم من أخلاق إيش الواحد ما بيحس بيقيمت النازل حتى يفقدهم؟ ما هيكثر ما هيك؟ أنا ما حسيت بيه متاقل حتى رحت كان صوتك حنبتيل ما هيك؟ أهلا الزوت بس ما وبعد في هيك بحة مدري كيف أمك كانت تنتبع عليها فان هيك بيقولوا أن الأم أحسن من الأب صباح يو بيناك وصحي صباح يو بيناك وصحي يا أبا فين كسير ما ما نذكر كل يوم بتبكي ما يوضع بس أمك سرداري الديحيل انت الحقالين لماذا تغني الطهور؟ لك زواع صوته حلو لازم يغني مواده ولا بيطلع صوته شعير روزا عالبين ما بده حتى هذا أبو مقداد أبو مقداد كان ينزعج من صوتك لماذا تغني الطهور؟ كان رجع لي حافظ معي ورجع لي هذا شابك الضغل الثاني اللي عندي عميت ما بيدفع يا أخي ما بيدفع مصاري ما بيدفع لو أخي أنا الرجل كبرت ما عدد اللي تأتي لأنه يأكل يوم العدد يدفع لي مصاري ما بيدفع لا حياة لمن تنادي طوان هو مسكين مسكين ما معه مصاري شو بيعمل منهم يجي؟ يسرق اشتهاد لله مو شو يسرق منهم بيذكروا بيعربت بل ما بيسروا بس يعني وكان عضاني مصاري كنت تشتريت لك عود بذلك كثرت لك ياه كانت صرت تعذب بتغني سمعت صوتك كان صوتك هاي كتير أحلى صوت سمعته كل حياتي اشتركوا في القناة